السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل ثبت أن ثناء الصالحين على الميت يوجب له الجنة؟ نعرف بعد من صلع الحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه مر على النبي بجنازة صلى الله عليه وسلم فأثني عليها خيرا أي أثنى الناس على صاحبها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ثم مر بجنازة أخرى فأثني عليها شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 فقال عمر يا رسول الله بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم ما وجبت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض الله أكبر طيب في الحديث الثاني الذي رواه البخاري عن أبي الأسود الديالي قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا قال فجلست إلى عمر بن الخطاب فبرت جنازة فأثني خيرا فقال عمر وجبت فقلت ما وجبت يا أمير المؤمنين فقال كلت كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلم يشهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة فكنا وثلاثة يا رسول الله قال وثلاثة قلنا واثنان قال واثنان قال عمر ثم لم نسأله عن الواحد يعني من شهد له ناس من المسلمين على خير وعلى طقوة وعلى ورع شهد له بالخير فهذه علامة على أنه من أهل الجنة فاللهم إنا نشهدك يا رب العالمين أننا نحب كل الصالحين في كل زمان ومكان ونشهد لهم بالخير ونسألك يا رب أن تسخر لنا من يشهد لنا بالخير بعد موتنا يا رب العالمين وأنتج معني وكل أحبابي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أرجو من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته